سخر كيسمع ليها بتركيز وقال أها كملي قالت إلينا هاد شي اللي عرفت لحد الساعة قال سخر ما شفتي حتى شي حاجة مريبة في الكازينو وهي تقول لا وارو كان قلس للعب شوية وتعرفت على شحال من بنت تمام كيبان كل شي عادي قال ليها سخر مزيان ابقى سخر كيخمم فهاد الاجتماعات السرية واشنو موراها زي ما تكون عندها علاقة بجرائم القتل أو لا تكون شي منظمة كتتخلص من الخوانة خرجت إلينا ودخل أمر وهو يقول شاف لقينا شعر في سيارة الضحية الثالثة ومن بعد ما فحصناها تبين بيلي زغبة من شعر مستعار سخر قال يعني احتمال القاتل يكون مرأة أمر قال لي ذاك شي فشكيت سخر بقى كيسترجع المعلومات أولا القتل كيكون بعد ما كيغيب الضحية عن الوعي يعني القاتل يقدر ما يبغيش لمواجهة إلا كانت مرأة حيث ما تقدرش تواجه الضحايا وهما فيقين ثانيا الضحية كيكون سايق ومشى طوعا لمكان الجريمة وهذا كيأدي إلى احتمالية القاتل يكون مرأة ثالثا ودك الطرف اللي مقطع خلاني نشك أن القضية فيها انتقام من طرف الجنس اللطيف أش بالليك؟ قال عمر هات شي كل اللي قلتي منطقي ونسبة أن القاتل مرأة طافعات 80% قال سخر إلا كانت أنت وعند بالها دكية وغدا تلعب كيف بغات وتفلت منها ما عارفاش أشتابة حائلة حتف ديد ديها غدا تشوف الجاحيم اللي عمرها ما تصوراته بحياتها عمر قال باينة دكية ما مخليا ورها حتى حاجة قال سخر أدكى لمجرمين وكيغلطه وقتها قرب كانت الحضاش دياللي خرز زيف من داره وركف الموتور دياله ومشى طاير موقف حتى القدام المركز وبقى واقف شحال حتى بان ليه سخر خارج وركف الطموبيل دياله وتبعه من بعدك شي اللي سمع سيف من عند الزميل دياله دار تحذياته الخاصة وعرف كين قضية فيها جرائم قتل متسلسلة احتى حد ما عنده خبار على تفاصيلها حيث مانعين من عنده من توصل للصحافة والتحقيق سير ريب أمر من طابق الصخر وبحث سيف على الصخر وعرف عليه أنه شخص صعيب وجدي في الخدمة وجميع القضايا اللي تكلف بها حالها ولقى القبض على المجرمين ولكن هاد القضية استحصات عليه وهاد الشيخ اللي سيفي بغي عرف كتار على القضية ويكون الصباق معرفة مجرياتها أكيدي لعرف التفاصيل وانشرها غادت تعرف عند كل شي وكل شي غادي سيق الأخبار ويعرف شنو واقع تبعو احتباليه وقف حدا كازينورين انزل الصخر وادخل عاد تبعو سيف بحدا اللي يعيق به ابقى غادي شوي يغبر عليه الصخر وسرع سيف خطواته وهو كيتلفت يمين وشمال ما حس براسه احتشنق عليه صخر قال ليه شكون اللي مصيفتك سيف كيحاول يفك رازه وقال حييد يديك أشكت خربك صخر دفعوه قال كان خربك منيتك ليش تابعني قال ليه سيف ما تابعكش شكون انت بعده صخر قرب ليه كيطلع فيه ويهبط وقال هادك تبهليل ديره على شي حد أقول ما باغيش تهضر دور صير في حالاتك نلقاك في جنابي ما تلوم غير راسك قال ليه سيف أنا ما تابعكش غير كيتخايل ليك اضحك صخر بصخرية وتحرك تكمل طريقه وبقى سيف واقف طال عليه الخز قال سيف هاده ما ساهلش عاقبية تفو قاعدكش اللي سمعت عليها صحيح دهر صيف راجع في حاله واخرج من الكازينو غادير كف موتور ديانه هز دراسه هو كيقاد الكازك باش يلبسه احتاجات عينيه عليها سد عينيه كيتأكد واش هي اه هي تعجب من طريقة لبسها وضحكتها اللي واصلت عنده والبنات اللي مرافقينها شافها داخل الكازينو ونادى بزميتها وبصوت عالي غادير ما دارتش وبقات غادة حط الكازك ودخلتها بحاتاني دازو على الكازينو واتجهات البوات قربت خطوات مسرعة ولقاها دخلات مع الباب البوات جاي يدخلوا حبسوه الفيدورات اللي واقفين عند الباب سيف واقف وسطهم وكيقول وراه بغيت غير نهدر مع صديقتي قال ليه الفيدور ما منوع ما عندكش بطاقة ما كيندخل هو يقول سيف غادير مولات لغوه بالبيضاء كانت ما زالة قربة الباب وسمعاتش حد كيهضر ويعيت بصوت عالي تلفتات وشافت فيه كيشوف فيها وكيلوح بيديه ليها دورات رأسها ودخلات الداخل تعجب من ردت فعلها وحك رأسه من الظور وخلش بحاله كيقول ما يمكنش تكون هي لبسها والطريقة بشافت فيه ومجيئها اللي بلاسة بحالها دي أكيد ما شي هي ولكن شابه كبير حال ودور رأسه وهز مطوره كثيرا لداره وفي داخل البوات قلسة سيندي هي وجوج ديال البنات أخرين دارين ميكاب متير كان جمالها فريد ما يمكنش تلقاشي وحدة شبه ليها في ملامحها جسمها صغير ولكن أنتم قلسين في طفلة قريبة لقاعة الرقص سيندي في الوسط والبنات كلها قال سفجن وكلهم ضايرين بالحالة قالت البنت الليولة شفتوا قلت ليكم اليوم البوات زاهي جايبين ديت جيم شهور اليوم غادي نحيحو قالت البنت الثانية والله إلا درتي فينا خير يا سيندي ديما دايزين على وجهك خدينا لي تاكي فابور وجات مع الويكامد وهي تقول البنت الليولة ناري الدنيا عامرة تيتيز والصداع اليوم ندبر على راسي وهي تقول سيندي من لي قلستو ما سكتوش واش ما كتقادوش قالت البنت الثانية غير الفرحة وصافي ابقوا جالسين كيش أتحف بلايسوهم وكلما ركت نعت وحدها في هادوك البنات الشي واحد عجبها وقلسو كي يكركروه يول أخرى سيندي عصبوها بكترة الحضراء والتكركير ناضط زعفة قالت لي هالبنت الليولة فين غادا وهي تقول سيندي غادا نمشي نجيب ما نشربه وفي الوطيل التابع للكازينو في جناح إلينا ووقف الصخر في البالكون كيكي حتى سمع خطواتها خارجة من تريسينج روم قال ليها ساليتي يواءاري ما عندك قالت إلينا قد جرحني بهذا التعامل الجاف ديالك الصخر قال أنا هاكا داير ما عندي ما نديرليك فراعتي لي يا راسي بليزابيل ديالك إلا ما عندك ما تقولي وجايباني غير هكاك راه اليوم تاكليها يلا قولي شنو هي الأخبار اللي عندك قالت إلينا البارح كان اجتماع آخر سير لي ومن لي سولت واحد الموظف بعد ما دوقته بجوش ديالكليمات قال لي يا مول كازينو هو اللي كينضم هاد الاجتماعات السخر قال مول كازينو وهي تقول إلينا آه جبت ساخ التليفون دياله دو استيصال وقال مورات بغيتك تجيب لي معلومات على صاحبك كازينو درينا فأسرع وقت دوصيه كله نبغي نلقاه عندي غدى وقتع نادو وقف بغي يمشي وهي تتبعو شدات فيه وقالت السخر فبقى معايا شوية عفا واش ما كتتحش بيها قال ليها ممثاليش خلاها وخرجها بطف لسونسور وغادي خارج وسمعها صوات جاية من البقات وبدك يدورها فرازو وهز التليفون ودوز المقالمة وقال هبطي غادي تلقى إني في البوات التحت إيلينا بالفرحة قالت لي أوكي أنا جاية اقطع ودخل كيت عنقر غرادو ماشي في البوات ونزاها ولكن باغي يلقي نظرة على المكان هو في أروج أيام لو كان دو حفلة خاصة يعني كل الشي غادي يكون هنا وقف حدا الباك وشافوه العمالقة وعقلو عين وجهو ما يمكنش تنساه بدوك تعابير القاسحة ولغو باشا ما كتحيتش خلا وتدخل الخل طلب مشروبه بدأ يشرب منه وهو ساهي عقلو ديمة خدام وسمح صوت انتا ويرقيق بجنبو كي طلب مشروبات غير كحولية ماهيش راسوه بقى كي شرب ساندي كانت واقفة كتطلب كوكتيل لها والصحاباتها وعالقة بنظرات الرجال لموجها لها ملينها دتمنط طبلة حركاتها وتعابيرها ونظرتها كل شي كي يحكي استيقى في النفس اللي عندها وهات شي كي يجدبر رجال كتر هي واقفة كتسنة تاخد طلب ديالها وقفة عليها شاب طويل عامر شوية وحروفه شحبين من لباسه بين ملعاق بتاسم ليها وقرب كتر عينيه كيتفحصه جسمها وهدر بتيقى السلام الزوينة قالت السلام وهو يقول اسميتي جواد وانت يا الزوينة قالت اسميتي غير مهتمة جواد تزير وقال قويض حمع راسك بغينا غير نتعرف عليك قالت وانا جهوبتك ما بغيتش شدها من ايدها وكيهضر بعصبية قال مالكي هزخنا فركل السماء بدات كتدفح فيه وقالت تلق من ايد دي يا بنادم قال ليها جواد ويلا ما بغيتش انا تنفخي لي السلقوطة قالت السلقوطة هي امك اللي ولداتك الجلاخة سمح عيرات تاصيلته وهو يهز ايدته وبغي يشبدها معها بسقلة هزها حتى للسماء وبغي يهبطها وهو يحسب ايده تلوات مورا ظهره ومن شدة الالم تلق ساندي والشخص اللي موراه مزير عليه قرر بحدا ودنيه وهو حاكمه من لور وقال له ما عندك نفس قالت ليك ما بغيتش افهم راسك وقلب الطريق جواد كيتقلمه قال وانت مالك اش دخلك وهو يقول له صخر باغيت بزز راسك عليها صحة ياك الوجل هو يقول جواد راجل علمك وديها في راسك قال صخر سير الراجل لداركم راه غادي تاكلها في عظامك قال ليه جواد وثير تلعب ايش غادي تدير قاع هو يقول له صخر ما غاديش قال ليه صخر ما غاديش ياك واخو نزل عليه براس حتى ضعخ وعاود شدهم القول ونزل عليه الوجه بجوج بونيات شر شمليه الوجه فمو مناخرو دايزين بالدم ساندي واقفة بعيد وكتشوف المباراة لقدامها وشي بناس بدوك يغوتو جوا السيكريتي دي البوات وبغاو يدخلو شدو صخر وبعدوه على جواد اللي وجهو عمار دم وطايح صخفان في الأرض فسوه وخرجوه وجوج واقفين على صخر بغاو يجريو عليه حتى هو قال ليه السيكريتي تفضل معانا خرج داير الفوضى وضارب السيد غادي تبقى معانا حتى يجيو البوليس هاداك اللي ضربتي عارفو شكون بعدا صخر كانت لي قاد في حويجوقة شكون غادي يكون باشار اه ولا يقدر يكون حيوان ما نعرف قلت في بلاستو قدام البار وهادوك واقفين عليه قال ليهم هاني هنا حتى يجيو البوليس وهز كاسو شرب منه وقال ليهم بيما ما نكمل كاسي دوك الجوج بقى واقفين عليه ما بغاوش يشروه بالقوة وينوضص داع مرة اخرى كيتعجبوا في الهدوء اللي فيه وما خايث موانو شخشخ بنادم وقال سكي شرب صخر بقى متجاهلهم ودور عينيه في المكان حتى جات عليها وعرفها شكون فاش اسمع حضرتها هي ولاخر نادة تدخل حي تصدعوه وهو ما كيتناقشوا حدا ودنيه شاف فيها كتهدف وهي ما خايفاش من الاخر عرف باللي هي نفسها اللي خرجات فيه المرة اللي فادت كانت قالصة في الطبلة مع صحاباتها وكتشوف جيهته متبعش نوطاري معه تبادلوا النظرات الوهلة حتى وقفوا عليه البوليس غير شافوه رجال الشرطة وبدو كيتفتفوه رجال الأمن كي نعتوا ليهم دعمها هو مولاها ولاخرين جامدين احتحد مقدر يقرب ليه قال ليهم الأمن هادا هو اللي نوض الفوضاء وضرب السيد اعتاق له اكيد هاداك السيد غديدعيه البوليسي مجهل هضر لسخره قال شاف شنو نديره هو يقول ليه الأمن ما هز الويل من هنا اش كتخربك هو يقول البوليسي سكوت هادا اللي كتهضر عليه راه نضابط صخر بن يازيد باغيت بات في المنيقة قال صخر خليه عليك راه كيدير خدمته وقف وقال شربت شوية وخاص اللي وصلني للطاع جابكم الله اضحك في وجهه دوك رجال الأمن اللي سمعوا باللي ضابطه جمده تمشى ورجال الشرطة بتابعينه داز من حد الطابلة اللي فيها سانتي وقف فاش سمع صوتها كتعيط قالت ميسيو وقفات حداه وقالت شكرا حيت دافعتي عليا كتشوف البوليس اللي وراه وقالت واسمح لي جبدليك صداع بسبابي سخر مركز على عينيها وقال درت خدمتي فبنا ما تشكريني تحركوا تبعوه البوليس وبينت ليه إلينا واقفة كتشوف فيه وكانت يلاه داخلها قالت حبيبي ديزولي تعطلت عليك راه كنت قاطحها صخر وقال ماشي وقته خرج وركف التموبيل دياله اللور وسايق فيه واحد من رجال الشرطة والخرين رجعوا فاجعوا بعد ما غادر بقال سانتي غير كتفكر فيه وفي الموقف اللي ترا لها مع دك خينا وتدخل صخر هي كتكره حسر رجال وكتنفرهم وهم مرش يحد أطر فيها غويتش حال من واحد على حساب انتقامها وعمرها بمحسات بشي حاجة تجاه الجنس الآخر كتعيف هم يقربوا لها وفاش كيتأملوا جسادها وعلى وجههم نظرة شهوة كتكره حتى راسها أول مرة تشوف شي واحد وما تنفروش وما فكراتش فيه كيف مموالفة كتفكر في الرجال على أنهم حيوانات وتابعين غير شهوتهم الجنسية كتسائل مع راسها أشنو اللي مختلف هاد الشخص اللي فاش شافت في عينيه وهي كتشكره حسات بشي حاجة غريبة في الداخل تيالها يقدر حيدار معها داك الجاس وممتنة ليه وما طمعش فيها كيف موالفين لأخرين هاد الشي كله كان كيدور في راسها وهي راجعة في حالها وصلات الإقامة اللي ساكنة فيها وطلعات للشقة في مساكنة ودخلات البيتهال اللي كان مضلم وحيدات حويجها ولبسات بيجاما ومشات حلات الباسة وجبدات شي حاجة كتقرى فيها وكل ساعة صورة صخر كتشي في بالها سدات الباسة ومشات وقفات قدامه حد صبورة بيضم علقة في الحاد قبالت نموسيتها الكبيرة كانت صبورة عامرة تصاور وبالتحديد سبعة تيال تصاور متاصلين ببعض بخطة حمل وثلاثة منهم عليهم علامة إكس شافت في واحد صورة بحيقد وكراهية كبيرة وهي تشد السجارة اللي كانت كتدخن وتفاتها عليها حتى تحرك ووجه الشخص اللي في الصورة ظهرت وتلاحظت في فراشها ناعسة على دهرها كتشوف في السقف حتى غفات الصباح مشات غادير ودخلات مع باب المجلة ضغطات على السر وتحلى صنصر ويلاه بغي تسد وهي تحبسه ايد ادخل سيف وشاف غادير وصغير عينيه ووقف بجنبها وهي حيدات الكيت من ودنيها ظهرت كتشوف فيه وهي مبتسمة قال لها سيف وهو كيشوف قدامه مالكي كتشوفي فيها توطرات غادير وقالت اه لا والو ما شفتش فيك وضهرت كتشوف قدامها وهي يقول سيف غادير قالت مم قال لي هسير واش كنتي البارح في كازينورينو قالت اه لا كازينو شنو وهي يقول سيف مالكي كتفت فيه بشوية عليك البارح شفت واحد البنت كتشبه ليك تبقى الأصل عليك ولكن نظراتها وضحكتها مختلفة تبعت هاي حساب لي انتي شافت فيه ومشات واش عندكشي أخت وام غادير بداتك تترعد وقالت انا كانت عندي خط وحدة وماتت سيف تقابل معاها وهدليها راسها وقال الله يرحمها كنتي قلتي لي يا ماماك واختك ميتين وانا جحان من مرة كان بغي نجبت معاك الهضرة علي عائلتك زعمها كيف ترليهم باغيك تشاركيني أحزانك وتخوي علي قلبك ولكن دي ما كتهربي وما كتبغيش تهضري عليهم وكان ميك باش تبقى على راحتك اللي بغيت نقول ليك أنا دي ما بجنبك إيه لحتاجيتي أي حاجة ما ترديش وقولي لي راكي عزيزها بالسان وعندك مكانة خاصة عندي سمعتي غادير دموحها بدوها بطين وكتحرك برأسها بآه قال لي هسير ودهب عليش كتبكي وبدك يمسح لها في الدموح من خدها وقال عرفتي هادي كلي شفت البارح ضوخاتني متأكدة ما شيمتي وعيش حيات مزدوجة وبدك يضحك غادير فدت كتنخصص وقالت لا ماشي أنا تحلى صنصر ودو السيف ايدهم وردهر غادير وخرجوا وطلقاوا مع البنات اللي خدامين معاهم خمزروف غادير وهي تحني راسها وسيف قال لي هم سلام من بعيد وعنك غادير من كتبها وجرها حتى دخلوا المكتب وكلاش دبلاستوا وباشروا الخدمة وعد أسبوع قيل الصخر في الهوات المعتاد اللي يقول لها مرة مرة كيجي لي ويشوف إلينا اللي بدورها كل مرة دايرا سبا باش تشوفه جالس في بلاسة معزولة فوق الفوتاي وإلينا بجنبه ممحيداش عينيها عليه عمرات ليه كاسو متاتو ليه واخداه من عندها وجاغمو دقة وحدة وحطو فوق الطبلة بالجهد احتى قفتات قال لي هاو مالكي ما فيكي فائدة أنا لاش جبتك الهنا هم؟ ديك الخبار اللي جايبة ما عندها فائدة حال وجهك مول كازينو سيرتونقية وما فيها حتى نبشة وقاعي لكانوا مقامرات غير قانونية هادش ما عندي فيه سوق أنا باغي نلقاها هي خاصني ضروري نلقاها إلينا قالت شكون هادي؟ وقف سخلو قال وجودك بحال عدمه عرفتي شنو جمعي شراوطك ورجعي بحالك وقفات إلينا وعنقات دراعه وقالت لا عافك ما تديرهاش أنا غادة نعاونك وندير لي بغيدي غير ما تبعدنيش عليك استخر حيدلي ها إدها وقال أنا غادي خرج من البواط كان شارب شوية ولكن شادت فرزه تمشى فين حط الطموبيل ديالو وحل الباب وبغير كبه وهي تباليشي واحدة واقف أحد الشانطي وكتشير تاكسي ولكن حتى تاكسي موقف لها ابقى كيطلحها ويهبطها من راسها لرجليها كانت لابسة زي مطير وجامعة شعرها فقط خصلات مطلوقين القدام وهازسها كحال بحال لون الكعب اركب وعينيه ما زال عليها ورجع نزل وخشاء يديف جيابو التاجه من ناحيتها عينيهم صغرهم وشفتو كيف السقل اللي حاط على شي فريسة وخاكا الليل اقشحة باللي هي نفسها صاحبة العيون العسلية وقف موراها وبدون ما يهدر أما هي غير شمات عطر رجولي وتلفتات لقاتوا واقف كيشوف فيها عرفاتوا وتبسنات بلا ما تشعر ابقاوك شي كيشوف شي حتى انطقه ووقعه ما خايفاش من مخلوقات الليل قالت ساندي هما اللي خصهم يخافوا مني طلحها صخر وهبطها وقال تيقة كبيرة صادرة من جسد صغير قالت ما تغرقش المظاهر كاينة اسلحة أقوى من القوة البدنية صخر كيقرب وقال بحالة شمتنا قالت ساندي كاين بالزعب على حسب الخصم قال لها صخر ديريني خصم ووضحي لي يا كيفاش قربت ساندي ليه وبقيت بيناتهم غير بعد السنتينات قالت انت بالذات ما يمكنش تكون خصم انت خاصني نجازيك حيث دافعتي عليا صخر كيشوف بهمها وقال عاقلة بعدها قالت بالطبع وهو يقول واشنو هي الجائزة ساندي قالت اللي بغيتي قرب حتى تخالطات أنفاسهم وعينيهم مركزين على شفيفها شوية وهو يسمع صخر تليفون ديالو كيسوني جبدوه جاوب وكان خوه سيراش كبمن المقالة موضر عندها وقالت يالله نوصلك معايا هاد الوقت ما غداش تلقي تاكسي قالت أوكي توجهه للطموبيل ورقبات حداه كثيرة نعتاد ليه فين وحطها قدام الإقامة قالت شكرا ميسيو هو وهو يقول صخر قالت أنا ساندي ومدات إيدها وصافح إيدها وقال متشرفين مضمازال ساندي قالت أنا لليلية الشرب وهو يقول خدامة في كازينورينو قالت آه نخليك دابة يلا بسلامه خرجات وصدات الباب وقالت عندك يشدك البولي واخا ما بيناش عليك شارب اضحك وقال إلا ما تخافيش وكثيرة متاجه لدارهم وهي دخلات وطلعات لدارها كانت غادير غادا ودايز من حدها وحد الشخص واخد الساك ديالها وضربها بجرية خلى غادير موراه طيحة على قطر الجهد باش تفحها باش ما تلحقش عليه سيف كان دايز من شنطي بالموتور دياله احتشف داك المنظر ومعرف شواش يتبع الشفار ولا ينشي عندها حبست الفران حدار جليها وكانت طيحة فجن بالطريق هبط بسرعة والتحضر عندها كيقلب فيها قال غادير وقعت ليك شي حاجة يقمت قديدي غادير كتت راعد وتحرك راسها بلا عاونها سيف حتى وقفات غادير حضرت راسها وقالت ساكي ادي لي يا ساكي فيه كل شي لوراقه التليفون ديالي والطابلات فيها الخدمة هو يقول سي كون ما خفت عليك تبقاي من يوحة هنا كنت غادي انتبعه اليوم يياكلها في عذابه يلا هنمشيون ديكلاري ودابا على الاقل يرجعون ليك غير وراقك اركبوا طلعات موراه ومشاوا لمركز الشرطة اللي في المنطقة حط المطور ودخل شاد في ايدها غادم موراه ادخل عند واحد وسوله فين يبلغ بالصريقة وناعت ليه الواحد المكتب خدا منهم الشرطة المعلومات ومواصفات الصارق اللي كانوا غير واضحين لغادير حيث تتراكون شي بسرعة وما شافتش وجهه ووصفات غير اش لابس قال لي هم غادي تصلوا بيهم الى القاو القبض على الصارق وخرجوا غادين في الكونوار حتى كيسمعوا شي حد كيهدر بعصبية وصوته واصل فين وفين سيف تلفت وبال ليه سخر واضحك بالجنب وغادير غادة في جنبه اللي عينيها حلاهم على وسعهم منقضها قدام عينيها ممتيقاش كتشوفه تاني وهي اللي ظنات انها عمرها مغتلاقها محسات احتجرها سيف وخرجوا من المركز وبالها باقي مع السخر وصوته الخشن باقي على مسامحها سائلات محراسها شنو كيدير هنا احتج الجواب من عن السيف اللي بحالي لسمع تساؤلها قال هاد خينا ديما مع السب وهايش كيف الطور بنادم كيف داير وبغضل دوك البوليس اللي خدامين معاه وهي تقول غادير شكون علامة كتهدر سيف قال داك بنادم اللي كيغوت قالت واش بوليسي قال لها سيف الضابط صخر بن يازيد كون ما بحثت عليك ونقلت رجل عصابات ماشي رجل قادم قالت صخر وهو يقول شنو قالت غادير لا والو وهو يقول سيف طلعين مشيو علالله يلقاوليك وراقك وخاف الشك إلا مشاتش حاجة في هاد البلاد ما تعولش درجة وصلها في حال هوم شالداره ومن بعد يومين وفي الكازين كان صخر جالس ومعاه ساندي وكانت حتى إلينا وبغاد تعرف ايش بينه وبين ساندي حيث هي عارفة طبيعته ما كيعطيش وقته اللي بناد وعاطيهم بالتساح حتى هي ما بقاش كيعطيها وقت من نهار جاد وعمره قرب ليها دارت كتشوف فيه لقاته كيشرب عينيها على ساندي كيشوف فيها شوفات في شكل شعلات فيها العافية وما حملاتش رأسها ما عبرهاش كأنها ما جالساش حدا شافت في ساندي لقاتها جالسة ودايرها رجل على رجل كتلعب بخاتم في صبحها وكتدور فيه وكتشوف في صخر ما قدرتش تصبر وهم كيتبادلوا النظرات قدامها وحسات بالخطر باينا على ساندي ما ساهلاش تقدر تطيروليها من بين ايديها وهي دقول إلينا صخر ممكن تطلعوا الفوق عندي ما نقول لك قال لها صخر بلا ما يشوف فيها هاضري هنا نيت قالت ما يمكنش نهضر قدام الغرباء الموضوع كيتعلق بخدمتك صخر دار عندها وقال سبقيني شوية ونخلط عليك وهي دقول لا منطلعوا بجوش ولا خدمتك ما بقاتش كتهمك دابا ما بقيتش بغي تلقى القاتل خنزل فيها بغي نوضليها وبدك يتحلف فيها بعينيه على فم هال اللي مشرعاه ساندي من اللي شافتهم كيهضروا بيناتهم تلفتات كتشوف الهنا والهي ولكن راد دالبال مع حديدهم سمعت كلمة القاتل وهي تطور وجهها عندهم بلما تشعر وشرعات عينيها كتشوف صخر دورات فرسها الكلمات ديان خدمتك والقاتل ونهار دافع عليها وجه البوليز وخرج معهم بلا مينوت بغي تتأكد وتقطع الشك باليقين وحاولت متبينش توطورها وقالت بهدوء صخر انا مشيت نخليكم تكملوا حديدكم على راحتكم صخر وقف وقال سنيني غير خليك قال ليها ما كان بغيش نحاود هضرتي تمشيت ساندي وخرجت وبانتلي هطو موبيل ديالو وقفات حداها قالت هادا ما نوزرب عليها هاد الزربة يحساب له انا هي هاديك ها انا خاص نتأكد من داك شي اللي سمعت قبايا ونعطيه بالتيساء من بعد ما خرجت ساندي جر صخر إلينا احتخرجوا من البوات وطلعوا السويت فين جالسة ادخل وازدح الباب ودفحها حتى لسقات مع الحيط وشدها من عنقها ضير عليها بقيدو حتى تقجات وقال واش جهلتي عدامك كياكلوك باغاشي ترحد لعسا ياك نقول ليك جمعي فمك قالت شكون هاديك وعليش قد دور بيك قال ليها صخر ياك الصلبوطة انا فين ومتي فين القادية ما بقيش جبديها على فمك قدام شي حد وماشي شغلك في هاديك ولا في غيرها طلعت لي يا فراسي بالجيرك طلق من هون شجهة الباب وقال اخر انضار المرة الجاية ما غاديش نهدر قالت انت ديالي واحدة واحدة ما غادت تاخدك مني وخان عرف نقتلها بيدي ونزل وغير خرجه هي تبال ليه وقفة اركبه طلعات حداه دي مرة وتحركه والصمت كان سيد الموقف ساندي شافت فيه وقالت صخر فيش خدام صخر كيشوف خدامه وقال كان سيد القتالة والمجرمين فهمات قصده وشكوك هتأكدات وإيديها بدأ وكي ترعبه زيرات عليهم وطلعات النفس وقالت يعني خدام على البوليس قال لها صخر بحل هاكاك سكتات وضربات الطم وصلها قدام العمارة وسكت الطموبيل وشاف فيها وقال مالكي ساكتا قالت اللا والو غير لعيا شكرا صبح على خير حلات الباب وبغا تنزل وهو يشد لها في إيدها وجرها عنده شاف فيها المدة قصيرة ونزل على شفتيها كي يبوس فيه جاوبات معاه بلا ما تشعر ابقى مدة عاد بعد وشاف فيها القهسادة عينيها اضحك بالجنب وتك على الكوسان حلات عينيها واستوعبات شنو دارت ما تسرطاتش ليها قالت شنو معنيت هاد الشي وهو يقول رشقات لي وصافي قالت واخد شوفني هكا عندي خطوط ما كنت عداهاش ذاك الشي اللي باغي ما غاديش تلقاه عندي سخر دار عندها وقال شكون قال ليك أنا باغي منك شي حاجة وهي تقول وهاد الشي اللي دارتي دابا شنو معنيته قال علاش خاص ديمة تفسروت حلو اي تصرف كيف كتشوفي وبين اللعمة عجبتيني وانا إلا عجبتني الحاجة كتولد يالي قالت وهاديك اللي خليتي لهي شنو محلها من الاعراب سخر قال ماضي فقط بلا ما تبرز دراسك بيها قالت خاصني نمشي دابا نزلات وكسيرة غادي وكيفكر كيفاش هو اللي انبعد على ساحة لبنات جدباته هادي لاحظ فيها حوايج ما كينينش في بنات اخرين وبعد أسبوع ساندي طول هاد المدة وي يمخر بقمع راسها كتحاول ما تفكرش فيه وتبعد منه حسليها ولكن بدون جدوى جوج حوايج اللي شاغلين بانها حاليا الانتقام وصخر اللي تخلي حياتها وفي مدة قصيرة قدر يخليها مصنوبة فيه شافتو احتبال لها داخل فرحات من قلبها فشافته تخلي بوات وهي رجعت مركزة في خدمتها وبالها معاه بطاع ليها غير انت تسالي وتمشي تشوفه قررت مع نفسها ما كين لاش تبعد عليه وتحرم راسها من الشخص الوحيد اللي خلي قلبها يحس لأول مرة خلصها فقط تتاخد الحيطة والحدر ذاك الشي اللي دارت غير كمنات بدلا تحويشها ومشات عن دور قلت وقالس مع شوش درجال خري في مكانه المعتاد بعيد على الهارش معرفتش وش تمشي ولا لا شجعات وتحركات غادة بكل تقو ونوطة وقفات عليهم شافها ونات سلم عليها وشار لها تقلس حدا وشافت فتوق اللي معاه كان وحته مزين والقلدة قال لها صخر كنقدم ليك عمر وموراد صحابي دار ايدو مورا ساندي وقال هادي ساندي شاف فيها وغمزها وقال صديقة مميزة مورادو عمر قالوا متشرفة وهي تقول تشرف لي وتلفتات عند صخر وقالت بصوت خافت كيفاش قضية هاد صديقة مميزة تحنا صخر عند ودنيها وهدر بهمس قال ما عجباتكش شنو بغيتي نقول قالت انت تعرف شنو انا بالنسبة ليك وهو يقول باقي الحال اللي هاد الهضرة ساندي قالت اوكي انا خاسنين شي دابا شرفت بمعرفتكم ما بقيتش شافت فيه وتحركات وخرجات من القوات وقف شاف في الدراري وقال ما تنساوش راسكم ماشي جايي للنزاها ردوا البال اي حاجة ردوا البال اي حاجة اللي شكيتوا فيها راقبوها مفهوم مورادو عمر قالوا مفهوم الشهر خرج بخطوات مسرحة وغير خرج على برا بانت ليه واقف جن بالطريق كتشير التاكسي ركب سيارته تحرك وقف حداها وهبط الزاج وقال طلعي قالت لا غير سير بلا ما نزعجب وهو يقول صخر قلت طلعي بقيت كتشوف فيه مدة ووجههم خنزة حلات الباب وطلعات ودي مارا قال لها سخر باش نكون واضحين ما كان بغيش نعاود الهضرة النفخة ما عندي ما ندير بيها النقشة دغيكة تطلع لي تجنبي الغضب ديالي حيت فاش كانت حصب ما كان بقاش عاقل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة